اهلا بكم الاقتصاد العالمي في حالة تراجع كبير في النمو لم يعهدها سابقا وسبب فيروس كورونا الذي انتشر في العالم منذ عدة اشهر واصاب الاقتصاد في مقتل من تسريح عمالة وخفض اجور وقلة فرص العمل وسط هذه الحالة يتساءل الكثيرون عن ما هي الركود الاقتصادي ونعكاسه على الافراد والمؤسسات للحديث عن واقع الاقتصاد العالمي والحالة التي وصل اليها اليوم ينضم الينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي محمد الرواجد مساء الخير سيدنا نعطيك العافية بداية ما هو الركود والانكماش الاقتصادي وما نعكاسه على الافراد والمؤسسات لازم يكون واضح ان اليوم انه الازمة اللي بيمر فيها العالم ازمة صعبة كتير على مر التاريخ وبالتالي اليوم صرنا نسمع الركود الانكماش الكساد اليوم عشان تكون صورة واضحة وببساطة اي نمو بالسالب لمدة ستة اشهر عالميا يسمى ركود ستة اشهر ستة اشهر بالسالب النمو يسمى ركود هو قريب كثير من مفهوم الانكماش يعني ما فيه فرق كثير بيناتهم لكن كلمة الانكماش تطلق بالاغلب لما يتعمق هذا الركود منسميه انكماش لما يصير عندي هذا النمو السالب عشرة بالمية منسميه كساد وهذا اللي صار بالتسعة وعشرين لما كان العالم اربعتاش ونص بالمية بالسالب وبالتالي في عندي انا نمو بالسالب لستة شهور منسميه كساء ركود او انكماش واذا كان وصل لعشرة بالمية منبلش نحكي بمفهوم الكساد شو بيعنيني انا كفرد وكيف بنعكس علي وعلى الشركات وعلى المؤسسات هذا يعبر عن حالة التراجع الاقتصادي وانخفاض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي البزنس سايكل الدورة الاقتصادية بشكلها العام تعتمد بشكل اساسي على الطلب وبالتالي انت لما بتطلب سلعة تجبر المنتج انه ينتجها وبالتالي الدورة الاقتصادية بتتحرك لما بكون في عندي حالة التراجع وحالة الطباط وحالة الانكماش هذا بقل الانفاق وبقل الطلب وبالتالي بندخل في حالة غالبية دول العالم تمر بحالة ركود الآن تعمق فيه الربع الثاني شو السبب فيروس كورونا السبب؟ طبعا الربع الاول زي ما بنعرف ما كانش الفيروس تأثيره بشكل كبير الربع الثاني هو الصعب جدا كان الربع الثاني عشان هيك اليوم البنك الدولي بحكي العالم سينكمش بنهاية هذا العام بحوالي خمسة واثنين بالعشرة بالمية السبب بشكل أساس الربع الثاني إذا كنت تقولي الربع الثالث إيش التوقع إذا كانت الموجة الثانية اللي بنحكى فيها بالعالم سيتعمق الركود إذا وصل عشرة بالمية كساد طبعا إذا وصلنا عشرة بالمية دخلنا طب سيد محمد يعني إذا مرضى الاقتصاد الأمريكي زي ما إحنا بنعرف وهو حاليا بيمر بحالة ركود ستحدث أزمات عالمية يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية سالب 37.7 في المية هذا بالربع الثاني بالربع الثاني شو يعني هذا الرقم؟ سيدي نرجع لتقديرات البنك الدولي البنك الدولي اليوم الاقتصاد الأمريكي سيحقق انكماش من هون لنهاية العام 6.1 بالعشرة بالسالب هذا الاقتصاد اللي كان ينمو بتلاتة وأربعة بالمية سينكمش بالسالب سالب 6.1 بالعشرة شو يعني؟ تراجع كبير وانخفاض في الطلب على السرع والخدمات قطاعات اقتصادية مشلولة حركتها حركة تجارة صعبة حركة سياحة صعبة وضع بشكل عام سيئ جدا تسريح للعمالة تسريح للموظفين وهذا بنعكس على كل دول العالم تقريبا هذا طبعا رح ينعكس على كل دول لكن هذا الرقم صعب كثير هذا الرقم هو الأقصى على الولايات المتحدة وهو أمام تحدي كبير خلال المرحلة القادمة وأعتقد أنه الوضع صعب ولكن في المقابل سيدي الصين الصين حققت نمو نسبته 11.5% نعم يعني هلأ والصين استطاعت احتواء الوباء نعم وهي الدولة الوحيدة تقريبا طب يعني هل كل الدول العالم مش عارفة تتصرف مع الوباء؟ الصين في بداية الأزمة كان يفكر فيها أنها الضحية والعالم المنقذ اليوم الصين هي المنقذ والعالم هو الضحية إذا منرجع لتوقعات البنك الدولي الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي لن تحقق نمو بالسالب نهاية هذا العام ستحقق 1% نمو إيجابي يعني بلس 11.5% طب شو سبب يعني ليش تتحقق نمو الصين؟ لأنه مصانحها اشتغلت كلياتها والتعافي كان سريع جدا صحيح سلوور ريكوفري التعافي بطيء شوية لكن هي الوحيدة اللي بتصنع كمامات لكل العالم هي الوحيدة اللي بتصدر هايجين لكل العالم هي اللي بتصدر أدوية لكل العالم فهي استفادت من هاي الأزمة بشكل كبير التكنولوجيا بتشتغل بشكل مخيف داخل الصين أعتقد الصين يعني الظروف اللي بتعيشها الصين اليوم مؤهلة إنها تغير خارطة طوى الاقتصاد في العالم يعني سيدي يعني أمريكا ليست هي الدولة الوحيدة التي سجلت ركود في كثير من الدول سنشاهد الآن أيضا على الشاشة سجلت ركود مثلا اليابان 8.5% في أوروبا يعني المملكة المتحدة كانت هي أكثر دولة أوروبية سجلت ركود طب هل نحن الآن يعني نحتحدث عن سيناريو موجة ثانية يعني لا قدر الله صار في موجة ثانية دكتور شو رح حسير نتحدث عن تعميق لمفهوم الركود والانكماش وأعتقد العالم غير مستعد لهذا الإشي اليوم غير مستعد غير مستعد العالم للانكماش والركود القاسي على العالم أعتقد الأزمة اللي صارت بعام 1929 كانت أزمة قاسية على العالم وقعدت حوالي 11 سنة تأثيرها خلصت من التسعة وعشرين للأربعين اليوم إحنا منعيش بنفس الظرف السابق أنا برأيي أنه العالم غير مستعد منظمة العمل الدولية لتسريح 200 مليون عامل في العالم مثلا رقم كبير المنطقة العربية خمسة مليون بشكل مباشر بالعالم الفقر سيرتفع بشكل كبير ملايين من الناس ستنتقل إلى خط الفقر فالظرف رح يكون صعب وقاسي سيد محمد بالذهاب إلى سيناريوهات الركود وهي ترمز إلى أحرف بلغة إنجليزية كما سنشاهد الآن يعني حرف ال-U وال-V وال-W وال-L بدنا تشرح لنا شو هاي الأحرف؟ هذا بالنسبة إلي هذا V ولا W؟ هذا U هذا U هذا U شوف سيدي المستويات الركود في العالم أربع مستويات أو أربعة أنواع حرف U النمو ينخفض بشكل كبير ويستمر هذا الكسات بشكل كبير خلال مرحلة ومن ثم يصعد النمو هذا هذه الحالة صارت في الولايات المتحدة الأمريكية الدول في الولايات المتحدة بالأزمة المالية العالمية انخفض النمو بشكل كبير واستمر التراجع وبعدين رجع الاقتصاد الأمريكي رجع تحرك ونهض طيب منتقل لحرف ال-V كما نشاهد يعني تراجع النمو بشكل كبير ثم يعود إلى مستواه؟ ال-V اللي هو أنه النمو الاقتصادي ينحدر بشكل كبير ويتعافى بسرعة وهذا وهاي حال بنفس سرعة الانحدار؟ نعم بس نفس السرعة خط متوازي وهاي حالة صارت بكثير من الدول وفي دول أوروبا في دول بالولايات المتحدة بمرحلة فهذا حالة طبيعية بس مو سهل أنك أنت تنحدر بسرعة وتطلع بسرعة الأردن وين؟ هلأ بحكي لك نحكي على الأردن هلأ ننتقل إلى ال-W أو عفوا حرف ال-L حرف ال-L اللي هو المشهد السيء في الركود عند النمو ينخفض بشكل كبير لمستوى القعر ومن ثم يستمر الكساد أو التراجع خط أفقي يعني احنا هنا وصلنا إلى مرحلة الكساد هنا دخلنا بمرحلة الكساد أو التراجع الكبير ويستمر هذا التراجع خط أفقي وهاي الحالة نشوفها اليوم في اليونان اليونان من الأزمة المالية العالمية 2008 اليونان مستمر بالحرف ال-L ال-W ال-W هي حالة متذبذبة في الركود والنمو دولة ينخفض النمو بشكل كبير ثم تتعافى ثم ينخفض النمو ثم تتعافى وهذه أعتقد أنا بمثلها دولة زي تركية مثلا تشهد تذبذب في النمو الأردن أتمنى أني أكون على اليوشيب إذا منرجع اليوشيب اليوشيب اللي هو النمو ينخفض ومن ثم نشهد مرحلة تراجع ومن ثم نرجع نستعيد وننهض طيب يعني سيد محمد طب ما أثر أي حضر يعني نتكلم عن الأردن الآن ما أثر أي حضر أو إغلاقات قادمة على الاقتصاد واليوم سمعنا وزير الإعلام بأنه سمعنا وزير الإعلام يتحدث عن احتمالية عودة حضر في بعض مناطق معينة في بعض ألوية شو أثر رح اكون على الاقتصاد ونحن عرفين الحال يعجو سيد إذا أنا بدي أتابع البيوت العالمية المالية والاقتصادية في العالم كله الحضر والإغلاق مرفوض مرفوض يعني الأقتصاد يرفض الحضر تماما نحن كاقتصاديين نرفض الحضر ونرفض اللوكداون الإغلاق بشكل كامل هذا سيقتل الاقتصاد ممنوع سيقتل الاقتصاد ويشل حركة الوضع الاقتصادي في البلد هذا سيؤثر على حركة الأفراد في طلب السلع والخدمات هذا سيؤثر على حركة المنتجين هذه الأزمة أو الإغلاق التي تفضلت فيه أستاذ حمدان سيؤثر على جانبين الطلب والعرض مع بعض لأول مرة الطلب أنت كمستهلك والعرض أنت كمنتج وبالتالي إحنا الاثنين سنتأثر مع بعض بنفس المستوى وبنفس الليفل وبالتالي مفهوم الإغلاق ومفهوم الحظر الشامل مفهوم مش مقبول إطلاقاً كاقتصاديين علشان هيك أنا بطلب أنه نفكر في إجراءات أخرى نكون مثلاً السوشال ديستنسينج التباعد الاجتماعي الرعاية الصحية الأشياء هاي كلها نحتم فيها أكثر بس مش الإغلاق وال... يعني الاقتصاد يساوي ممنوع الإغلاق أو الحظر ممنوع طيب الذهاب إلى توقعات البنك الدولي على الاقتصاد العالمي 2020 سيدي العالم كان يجب أن ينمو بـ 2.9% في عام 2020 كان يجب كان يجب قبل موضوع كورونا فقدنا هذا النمو الـ 2.9% ومش بس فقدنا الـ 2.9% سننكمش بـ 5.2% انكماش 5.2% يعني النمو سالب 5.2% هذا الانكماش وهذا التراجع الكبير في صورة قاتمة غير اعتيادية موجودة اليوم في العالم فيما يتعلق بالنمو وبالتالي اليوم مطلوب من كل الدول تتكاتف مع بعض مش كل دولة تفكر بنفسها لحالها تتكاتف كلياتنا حتى نطلع من هذه الأزمة يعني نحن الآن في الطريق إلى كساد اقتصادي نعم أو لا؟ على الأغلب إذا كانت الموجة الثانية قد تبدأ خلال الشهر القادم نحن باتجاهنا للكساد الخبير الاقتصادي محمد رواجدي كنت معنا وشكرا جزيلا لك ويعطيك العافية كان هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية شكرا لكم